إيه اللي بحصلت الزمالك؟ يعني بص الزمالك فيه مشاكل كبيرة جداً المشاكل دي واضحة للجميع والزمالك اعتمد على مدير فن ميتش وفي بداية الموسم وأجاد بشكل كبير جداً عشان نكون منصفين في بطولة الكاس والزمالك قدم كرة جميلة جداً وفاز بالبطولة ولكن مع بداية الدوري أنا في رأيي إن مشكلة المستحقات المادية أنا أخذت من تفكير اللعابين وخدت من تفكير اللعيبة حيس كبير جداً مش عشان الفلوس متأخرة بس علشان برضو كيفية التعامل مع الأزمة التعامل مع الأزمات هو أهم شيء في كرة القدم أهم شيء في الحياة لكن أهم شيء وفاقيم أي بيزنس ولكن في كرة القدم إزاي إن تتعامل مع الأزمات بلس إن أنا في رأيي ودي نقطة مهمة جداً إن إحنا أو نات الزمالك عنده مشكلة كبيرة جداً إن في بعض اللعابين الكبار جالهم عروض في بداية الموسم عروض مادياً مغرية جداً صحيح؟ مش عروض من قندية أكبر من قندية من نات الزمالك اللعيبة دي رفضت إن هي تمشي أو تم إقناع إن هي ما تمشيش في مقابل تعوضها بشكل معين وهو ما لا يحدث وهي دي المشكلة الكبيرة في رأيي اللي بتواجه نات الزمالك واللي هتواجه أي مدير فني يمسك نات الزمالك إنت النهاردة لما يكون عندك الثلاثة الربعة اللعيبة الكبار أصحاب شخصيات قوية موجودين داخل غرفة خلق الملابس مش قادر تسيطر على أهدافهم ومش قادر تسيطر على هل هم قادرين إن هم يحمسوا ويشجعوا ويخلوا الفريق كله إن هو يشتغل لهدف واحد إنت إزاي بتخلي مجموعة النات تشتغل لهدف واحد إن إنت تستخدم اللعيبة الكبار اللعيبة الكبار اللعيبة الكبار لو 3-4-5 اللعيبة الكبار دول مش معاك عمرك ما هتقدر تقوم فريق فأنا بأشفق على كارترون وبأشفق على متشو وبأشفق على أي مدير فني يمسك الفريق في ظل ظروف غرفة خلق ملابس نات الزمالك ودي نقطة مهمة جدا الناس بتفرج على ماتش الكرة بتبقى فاكرة إن هو إيه الملعب بس لا مش الملعب إنت النهاردة لما يكون عندك 2-3 لعيبة قلبهم مش معاك أو هم معاك بس مش قادرين حالينا نقول بطريقة إيجابية وحلوة جدا إن هم بيفكروا في نفسهم بس دلوقتي ما بيلموش 3-4 لعيبة اللي حواليهم أو مشتتين ذهنيا لما 3-4 لعيبة القبرة اللي يكون معاك دول مشتتين ذهنيا عمرك ما هتقدر تخرج بنتائج حتى لو كنت أفضل فريق فنيا ولا بقول لك أنت فقط على ماتش اسموحة لسه قلت بتكلم معاك ماتش اسموحة لزا مالك قدم مباراة فنيا لغاية ديها 65 أو ديها 70 في رأي واحدة من أفضل مباراة اللي قدمها في السنوات الأخيرة ولكن عدم وجود الإصرار من المجموعة على هدف واحد خلى أن الفريق مقدرش أن هو يكسب مباراة في الآخر